بسم الله و او صلي و او سلم على رسول الله سلام عليكم و رحمة الله و بركاته اليوم ان شاء الله مرة اخرى من مطبخ ابو سياج العنابي يرتكب وصفة خبز الدار او خبز كوشاء ليجاء خفيف خفيف بسم الله ما شاء الله جاء روعة 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 صدقوني خبز و عليه الكلام ستجربوه وتجربو الوصفة هذي ستغنيك معنى الف وصفة الخبز خبز روعة 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 الله الله يا باب يا باب يا باب يا باب وشان قلكم صدقوني خبز ما شاء الله تبعوا الوصفة للاخير و رح تنجحوا فيها و جيكم ولا ارواع ولا ارواع ولا ارواع جيكم طرية وعلى بل بكم رح تعجبكم و رح تطبقوها في بيوتكم كما نعرف كل في اي وصفة فيها مقادير فيها كيفية تحضير ايا روح نشوف بعضنا كيفية تحضير المقادير روح نشوفو لا تنسوني بالعجاب هنا فقط نصف كاس زيت كما تشاهدون سعة الكاس 220 ملتر هنا سميد سميد يكون أرطب يعني سميد رقيق كما تشاهدون هنا في الصورة وعندي كاس ماء يكون دافئ وعندي في المرحلة كاس حليب دافئ بعد نصف كاس وعندي ملعقة خل كبيرة وعندي بيضة وبيض البيض وصفار البيض نحتفظ به ندهم به الخبز عندي ملعقة كبيرة خميرة الخبز عندي ملعقة كبيرة السكر وملعقة صغيرة بملح وعندي كيس خميرة الحلويات إذن هنا نذهب في المرحلة سنضع أول شيء لحليب ودائما نقول لكم أن هذا يكون دافئ لا يكون سخون كثيرا ولا يكون بارد يكون دافئ ونضيف له كاس الماء وليحب يضع الماء فقط يضع الماء ليس مشكلة وليحب يضع زكسين الماء وربعة ملعقة حليب فودرة يضع نضفت هنا الخميرة نضفت السكر ونضيف بيض البيض وبيضة كاملة ونجيب الفوي ونبدأ نخلط جيدا هنا سنضيف عملية تفاعل الشيط الخميرة تاعي علبة جديدة وكي نجربها بليناجحة أو لا سنضيف العملية هذه سنضيف بعد ذلك السميد هو كاس فقط سنضيف ونبدأ نخلط بالفوي اليوم سنضيفه إلا بالفوي وبالبطير الكروشي هذا يعني لا نريد بيضنا أو خلطنا بيضنا أبدا نخلط ملاحة حتى تمزج كل مكملة نغطيها حوالي عشرين دقيقة ونرجع لها بعد مرة عشرين دقيقة كما ترون الخميرة ملاحة ناجحة وتفاعلت بسم الله ما شاء الله اذا نصبح نعتمد عليها بدون اني نختبرها نحرك ملاحة ملاحة بعدما تفاعلت الخميرة ونضيف نصف كاس الزيت يد تصب ويد تخلط ونضيف خبز خبز كوشة روعة 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 تقدروا تكلوا بالشربة بكاس قاهوة حليب الصباح أنا من الناس اللي يحبوا الخبز الضارة الصباح ما كاس حليب روح نضيفه هنا الكاس الثاني هكذا ونضيفه كيس خامير الحلويات وزن الكيس عشر غرامات ورح نضيفه ملعقة خل حنحط الخل في جانب الاخر لاننا نعرفه كامل الخل مع الاليوفير هذه رح يتفاعل يعني مواد كيميوية رح يتفاعل دايما انا نحط الخميرة على واحدها ونضع الخل من هي ونحرك جيدا وما يحدث تولو لو حطينا الخميرة فوق الخل او الخل فوق الخميرة العكس رح ننجيوها تتفاعل يعني وما كان حتى مشكل يعني لانه واحد مرة قلت لي واحد الاخت رح تحط الخميرة والخل يتفاعلوا ماذا بينا يتفاعلوا هنا باش تصلحنا الوصفة وتنجح هنا فقط جبت نصف كاس حليب اخر ضفت الملعقة صغيرة الملح ندوب الملح مليح في الحليب ونضيف هنا الحليب تاعي في الخليط هذا ونعاود نجيب كاس ثالث احنا حطيك التكيسان تعسميد يكون ارط برقيق ونضيف الكاس الرابع بتدريش حق دا نصب كمية لولا هنا فقط رح نتوقف على خدنا بالفوي رح نجيب الباتير تاعي ورح تشوفوا لي كروشي هادوكم من النهار كامل بيتي ومساكن في الكارتونة تحهم وجمي يجبدو انا داي منج بدهم اخدموا بيهم هذه خدمتهم تعجين العجينة يعني الكتير منا يخب بهم وميعرفوش يخدم بهم هذه العجينة تاعنا ناخدموا بي عاكب الباتير تاعنا بلي كروشي هادو وجينا عجينة معجونة بسم الله ماشاء الله ضفت الكاس الرابع كامل ونبدأ نخالط جيدا هكذا كما رحكم تشوفو حتى تصبح عجينة ملسة تحصل عليها عجينة تكون ترية ما نعملوش العجينة تاعنا تكون قاسحة لانها مطلعة شو ما تصلحش يعني لازم نعملوها ترية ترية جدا يعني تقريب هكذا تكون سائلة ولكن تقريبا يعني رحكم تشوفو القوامة بعينكم هنا بعد ما كملت بالفوية نغطيها نخليها تخمر هكذا بعد خمسة وعشرين دقيقة نرجع لها بعد مرض تقريب نصف ساعة حقيقته قال سأجد الأذى بدأت الازد واضح لغة زيت العجينة تاعي حتى ناجد اللعناء وضعها في اللعناء التي كنت قمت فيه السمن وعليك من فارنة للمنضع الزيت لانه يعني العجينة ترجع واخيانا ضربة أو السمن أنا خمسة وحضرت عجينة تاعي ونبدأ نحل العجينة تاعي في اللعناء هذا البلاية طوله ٣٨ والعورطه ٢٨ ونبقى نحلف عجينة هكذا في الليكوتيك كل مع الحواف لكي لا تأتي الجهة طنعة وجهة هابطة هكذا ودائما نحط الديف الزيت ونبعد نخمر حوالي ١٤ دقيقة حتى نس ساعة انتم ودرج الحلالة في الغرف هنا بعد مرض تقريب ٨٨ دقيقة نحيته شوفوا تم تم يعني اتفاعلت ماشاء الله جبت سفر البيض ضفت له كمية حليب وحاطيت له كمية قهوة تفرعس القهوة ديك باش تنحينه ذاك زفرت البيض فقط يعني تقدر تحطه كركم تقدر تحطه اي حاجة باش تنحلكم ريحة البيض ونجيب بنسو ونبدأ نطلي في الخبز تيعي شوفوه بسم الله ماشاء الله كيفها خمرت طلعت ماشاء الله هنا كنت شاعة الفرن تيعي قبل الحبائل حاولنا الصاعة ومن بعد نحط السنوج كما كم تشوفو ججلان وانا شكت ولاحظوا اني محطيتش ججلان وقال السنوج يحوص العجنة وهذا راجع لابني ساجد ما يقول السنوج فقط هنا كنقطع قطعة راح نحيو هداك السنوج من فوق بسكينة جينة سهلة ونخلي ولدي مسكين يوكل يعني ما نحرموش منها هكذا ونزين كما كم تشوفوه ورح ندخلها الفرن على 190 درجة مئوية هنا بعد ما طابت في الأسفل من فوق كما كم تشوفو هنا خرجتها جاءت ترية خفيفة جاءت تولى ارواع جب سكينة تنشارها ديك ونقصها شوفو قوامها الله يبارك روعة 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 شوفو بسم الله ما شاء الله الخفة والطراوة والدوب الفم خبز وعليه الكلام هتشوفو الخبز من خلال هذا الفيديو كيف يعني نضغط عليه وترجع كما كانت هنا تبينينا الخبز لنا وناجح مئة بالمئة هنا سوف نقص فيكم مرة مرة مستطين مرة مربعات هكذا بشوفو كامل الخبز شوفو هنا لون ذلك الذهبيت حصلت عليه جاءت روعة روعة شوفو هنا نضغط عليه ترجع كما كانت شوفو كل ما نضغط عليه يرجع كما كان هنا تعرفوا بريد الخبز وطلع وناجح لو ضغطنا عليه بقلاسق تعرفوا الخبز رو معيش هكذا يا حبائي هذه الوصفتنا تليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تطبقوها ودايما تبعطو لتطبيقاتكم على صفحتي بالفيسبوك مطبخة بويساج لعنبي اسمها مثل اسم القناة ونجيبوا هنا قطعة ونقسموها قدامكم وراح تشوفوا الطراوة وهشة الخبز ما شاء الله ما شاء الله اذا روحوا نرفع قطعة هذه القطعة قسموها قدامكم هنا وتشوفوا كيف هالخبز هنا يتقسم بكل سهولة متعبتش معه في التقسم يتقسموه يتقسم مباشرة هذا الخبز انا نحاول ان نعتلكم كل شوفوا من الول هكذا تكون الوصفة كاملة اذا انا حبائي ما بقى يلا نقولكم رب يحفظكم ويبارك فيكم رب يعتكبت منه وجزاكم الله كل خير على كل كل ما قلتوها في حقي لا تنسوا الاعجاب ولا تنسوني بالدعاء سلام عليكم